خطيرت الكوكب صيفية حامية وهزات أرضية رح تعمل عميل شاهد الأخطر من توقعات مشالحيك الليلة على قناة الأبيض أهلا بحضراتكم معنا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات ومعنا النهاردة حلقة قوية جدا ونارية من توقعات مشالحيك لـ 2023 والتوقعات العربية والعالمية وفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعات توقعات ولو أنت جديد معنا شرفنا دلوقتي بالاشتراك في القناة ومتنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول بعد أن صدقت وتحققت أغلب توقعات مشالحيك اللي قالها في ليلي تروس السنة عبر شاشة الـ MTV خرج مشالحيك بتوقعات بعد 3 أشهر فقط في برنامج كتير هلقد مع هشام حداد من التوقعات اللي تحققت في فترة قصيرة لمشيلحيك كان أهمال زلزال اللي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي وأطلق مشالحيك عدد كبير من التوقعات الجديدة واللي كان مفاجئ لناس كثير جدا من متابعيه مشالحيك كمان قال عدد من التوقعات الجديدة تعالوا نعرف ايه هي بتوقع مشالحيك أن الهزات قدت لانكسار الأرض مما قد لتغير خارطة الزلازل وباطن الأرض وسنشهد هزات أرضية وسنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة المعادلات المرتبطة بالزلازل هتتغير والحديث عن تنفس الأرض بعد زلزال تركيا مجرد كلام وهذا جرس إنذار سنشهد هزات في البر والبحر في منطقتنا لا يشبه البعض منها ما حصل سابقا وستكون مفاعلها أكبر وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتدادات الهزات قوية وهزات صغيرة رح تعمل العميل وقال مشالحيك إنه شايف إنه إلى حين وصلنا لتصوير الحلقة 31 هزة أرضية بالإضافة لما سماه هزة في أفق العالم الهولندي الشخصي في التوقعات الطبيعية قال مشالحيك إنه هنشهد عوامل خطيارة الكوكب من زواهر طبيعية غريبة كظهور نوع جديد من الشتاء لم نشهده من قبل على أيام طويلة وتسقطه على شكل حبال وحجار وفيضانات كصوف وخصوف متسارع سقوط أجسام من الفضاء والكوكب بيجدد نفسه بنفسه وكأنه بيخلق من جديد كمان بيتكلم عن المشهد في لبنان بيقول إن المال والاقتصاد في لبنان والليرة والدولار هتشهد عملية ركلاجة خلال وقت ليس ببعيد كمان تسوية مالية هتشكل ربيع مالي للبنان ثوب جديد بيفصل للبنان وسنبدأ بالعد لعمر لبنان الجديد ولدينا رئاسة وعهد جديد سيكون عهد الانتقالات والمعاهدات وسنشهد نقلة مفاجئة صيفية لبنان حامية من حماوة الأرض بكارك الحياد لن تبقى على الحياد والخطة C ستخلص لبنان في الشهر المريمي 2023 هتفتح براعم الأحداث في لبنان بقرار كبير هتنفضل غبرة عن الملف اللبناني لا يتصدر المحافل الدولية جهاد أزعى لن يبقى خارج لبنان برغم الفيتو زلزال في عين التينة معادلة آل الحريري وجوزيف عون بين الحياد والتحيد ولن يحيد عن الخط بنت يمور جنبلات ووالده شرط يقرر مصير بند كبير من بنود الطائف مخدر بيجري إن عاشه ليضج به لبنان برصة أسماء وليس برصة أسهم في سوليدير السفيرة الأمريكية بتشكل مفاجأة وحتكون عنصر اهتمام بين قنص وتقنيص راس كبير بيسقط فرنجية خروب من النفق وليس دخولا إليه رؤوس كبيرة هتسقط ورؤوس من الصف الأول سوف تتدحرج ورؤوس ليست معنية في ملف المرفق وأسماء تتغير تصارب حكاية عن إسرائيل حول انفجار مرفق بيروت شخصية عسكرية بتخرج من الظل لتغير المشهد على الساحة اللبنانية يوم لا يشبه أي يوم لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لبنان والرأس الأجنبي يلي بده راس بن سلمان بيسقط قبل ما يطاله خارطة للفن ترسمها السعودية للبنان جورجين رزق ووليد توفيق صورة عن أحلى زمن المشهد الإقليمي والدولي شايف فيه اختلاط المشهد بين مساعدة العرب لإسرائيل أو مساعدة إسرائيل للعرب بعد ظاهرة طبيعية أمريكا لن تهضم الاتفاق الإيراني السعودي 24 ساعة في الإمارات ما بيشبهوا قبل ولا بعد أفق تركيا أفق تركيا بيشهد هزات اقتصادية سياسية وأمنية صحة دونالد ترامب تدعو للقلق تعرض اللاعب الفرنسي كليام بابي لحادث بيأثر على مسارته رياضية مش الحكي تكلم على إن الزكاء الإصطناعي اكتشاف مهم لكنه خايف منه لأنه إصطناعي وقد يخطئ ويورد من صنعه ليبدو غبيا أتكلم عن الكائنات الفضائية وقال إنها موجودة هنا لكن هناك في تعطيم على هذه الموضيع والتقطت إشارات عديدة منها متوجها وقال إنه لتقطت إشارات عديدة منها وقال إنه في المستقبل سأعرفكم على إحدى هذه الكائنات وتحل ضيفة معك وعن مرحلة ما بعد الموت مش الحكي قال إنه هيصل الإنسان لمرحلة يكتشف فيها شكله نهائي إذ لم يكتشف شكله نهائي حتى الآن وقال اكتاحتني سابقا عبارة نحنا جايين لنروح بس مش رايجين لنرجع وما زلت أفتش عن تكملة لها وهذا من منطلق الحسة ولا علاقة لها بالدين متابعين الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم اللي نهاية حلقتنا النهاردة من أهم توقعات ميشيل حيك للدول العربية بشكركوا جدا على حسن متابعتكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك بالقناة هنستنى طبعا تعليقاتكم وقراءكم ويدمتم بكل الخير والحب والسعادة